ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تطالب بدفع رواتب قواتها العسكرية والأمنية ضمن تفاهمات الهدنة واتفاق ستوك هولم حتى لو كانوا مقاتلين في الجبهات الطالب وفد الميليشيا بالمساواة بين الموظفين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز يأتي هذا الشرط التعجيزي ضمن مطالب الحوثي بتحسين مزايا الهدنة مقابل الموافقة على تمديدها اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي بعرقلة مساعي تمديد الهدنة ورفض تغليب مصالح الشعب وأكيدة أن الميليشيا جمعت أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة فكيف سيتعامل المجلس الرئاسي والتحالف والمجتمع الدولي مع هذه الاشتراطات الجديدة خصوصا بعد ذهاب الميليشيا لاستئناف عملياتها العسكرية والتهديد باستهداف الشركات الملاحية والنفطية في السعودية والإمارات وكيف يمكن قراءة قوة موقف الدور الإيراني في وضع شروط المفاوضات وإلى متى سيستمر الحوثي باستغلال الهدنة لتحقيق مكاسبه على حساب اليمنين أهلا بكم عقدة جديدة تضعها ميليشيا الحوثي أمام تمديد الهدنة المؤقتة لتحول دون الوصول إلى سلام محتمل حيث أعلنت عن شرط لإدراج مرتبات العسكريين والأمنيين بمناطق سيطرتها ضمن كشوفات الموظفين وفق شروط الهدنة ليشمل الأمر من قامت بتوظيفهم في مؤسسات الدولة ومن قامت بتجنيدهم من المقاتلين في صفوفها تقول بعض المصادر أن الشرعية اشترطت استبعاد زارتي الدفاع والداخلية من الصرف فرفضت الميليشيا موقف أثار سخرية واسعة من قبل الناشطين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من اشترطات الميليشيا على المجلس الرئاسي التي شملت دفع رواتب للميليشيات التي تقاتل في الجبهات موقف الميليشيا يأتي امتدادا لمواقف سابقة حيث أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت إزاء اتفاقات الهدنة كفتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين عوضا عن وقف الخروقات غير أن الميليشيا التي لم يكن الهم الإنساني حاضرا في أجندتها لتخفيف المعاناة الإنسانية تذهب كعادتها لوضع اشترطات تصب في تحسين موقفها المادي والقتالي وهما يؤكده مجددا الشرط الأخير للميليشيا كعاقة صادمة أمام الجهود الدولية الرامية لنفخ الروح في جثة الهدنة الميتة المبعوث الأممي الذي تنقل في عدد من العواصم لمحاولة لملمة شتات الهدنة الممزقة بسبب الميليشيا بالخروقات وعدم الإفاء بالتزاماتها كان قد أطلق تحذيرا من مغبة العودة إلى الحرب في حال عدم تمديد الهدنة فيما تذهب الأمم المتحدة لطلب الدعم الإيراني للتدخل لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن لتؤكد طهران مجددا وقوفها اليوم في قلب المعادلة ويكشف المتحدث باسم مزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أن شرط إيران للقبول بتججيد الهدنة في اليمن مرهون برفع العقوبات وإنهاء الحصار تبدو شروط الحوثي التعجيزية امتدادا لحرب إقليمية وصراع دولي وأن الحرب لن تنتهي بنصر الحوثي فكل المؤشرات تؤكد أن الحوثيين يخشون احتمالات ومتطلبات السلام أكثر من خشيتهم الهزيمة أهلا بكم مشاهدنا الكرام وأرحب ضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعي سيكون معنا نبيل العتوم الباحث في الشأن الإيراني والخليجي كما سيكون معنا عبر سكايب الدكتور عادل الشجاع المحلل السياسي وسينضم لاحقا سيد علي الأجعر عضو الوفد الحكومي التفاوضي فمرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء أبدأ من عندك أستاذ نبيل أستاذ نبيل كيف تقرأ اتفاق أو كيف تقرأ الشروط الجديدة التي اشترطها الحوثيون من أجل تمديد الهدنة وبسببها تنصلوا عن اتفاق الهدنة السابقة مساء الخير أسيا كما تعلمين هي مناورة من جانب الحركة الحوثية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب هم يناورون يحاولوا أن يبتزوا الشرعية لكن هل الحوثي فعلا يمتلك القرار لإبرام الهدنة أو رفضها أو إلى غير ذلك لكن كل يعرف أنه هو القرار في إيران وفي طهران وعند الولي الفقيه لأنه يعني أنا قبل ما أدخل للشديد واستعرفت وسائل الإعلام الإيرانية كان هناك كثير من التصريحات وكثير من المقالات التي تتحدث على أن يعني وكأنه الإيرانيون يربطوا ما يجري الآن في اليمن بثلاث متغيرات أساسية المتغير الأول هو الأحداث الاحتجاجات الداخلية في إيران واتهام الجانب الإيراني لأطراف إقليمية ودولية في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول إقليمية مثل مملكة العربية السعودية والإمارات والأكراد في شمال العراق بالذات كردستان العراق بتحريض الوضع الداخلي الإيراني وتحريض المحتجين وتقول بأنها سوف تقلب الطاولة وتقوم بما يسمى بنقل ما يجري في إيران أو نقل هذه الأحداث التي تجري في إيران للانتقام واعتبارها كذريعا للانتقام من هذه الأطراف عبر تحريك الورقة اليمنية تحريك الورقة العراقية وغير ذلك من مداخل الأزمات الإقليمية واعتبار هذه الأزمات هي عبارة عن ساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتغير الثاني هو المتغير الذي يتحدث عنه للحرس الثوري الإيراني وصحفه ناسية رزنامي قدس ورزنامي جفان وهي صحف محسوبة على استخبارات الحرس الثوري الإيراني هي تعهدت بأن يقوم الحوثي بقصف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وتهديد ما يسمى بحركة الملاحة وبالتالي أعتقد أن هذا مؤشر خطير جدا على محاولة الإيرانيين اللعب بالورقة الحوثية وتوظيفها مجددا ضمن ما يسمى بإستراتيجية تخادم الملفات المتغير الثالث هو أنه الآن حتى هناك رسائل قامت إيران بإرسالها إلى سواء الأمم المتحدة أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن المرور والتفاوض مع الحركة الحوثية ينبغي أن يمر عبر طهران وبالتالي أي شخص يتحدث عن الهدنة ينبغي أن يتحدث مع طهران أولا خاصة أن الإيرانيين استعرضوا من خلال مقالاتهم وتحليلاتهم بالأمس ما يسمى بموضوع أنه ربما دخول حزب الله اللبناني على خط الوساطة وغير تلك من هذه التنظيمات لكن ذلك لن نعم عفوا فقط أنقل هذه الأفكار أو المسارات التي تحدثت عنها لضيفنا عبر سكايب الدكتور عادل الشجاع هل خرج الأمر إلى العلن وظهرت إيران كمناوة أو كمحاور عن ميليشيا الحوثي أمام المجتمع الدولي؟ في اعتقادي نحن نحمل إيران فوق طاقتها أو أكبر من حجمها لا أعتقد أن ما يجري في اليمن أو امتناع الحوثيين عن الوصول إلى الهدنة أو تنفيذ القرارات الدولية بسبب تعنت الموقف الإيراني هناك تخادم بين هذه الجماعة وبين الإدارة الأمريكية وبين أيضا البريطانيين نحن اليوم أمام العام الثامن من الحرب وهذه الجماعة تهدد ليس فقط الأمن الإقليمي وإنما الأمن الدولي والمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها تقود الدول الخمس دائمة العضوية وهذه الدول هي المعنية بحماية القرارات الدولية والشرعية الدولية لم تحرك ساكنا حتى هذه اللحظة فللأسف الشديد نحن حينما نبحث نبحث عن الأزمة في غير موضعها وبالتالي لا نستطيع أن نقدم التحليل الواقعي هل يتحمل الأمر الحوثي؟ هل هو صاحب القرار في أن يضع هذه الشروط؟ أم أن أيضا الأحداث الدولية جعلت من إيران تود أن تستغل ميليشيا الحوثي لصالحها ولتشكيل ورقة الضغط؟ بالتأكيد تقاعص المجتمع الدولي وربما أيضا تنفيذ أجندته ومصالحه في المنطقة من خلال اليمن هو يعزز هذه الاشتراطات ورفع سقف المطالب من قبل الحوثيين لو أن المجتمع الدولي قاد لو أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة كانت هناك خيارات كثيرة وخيارات عديدة لإرغام جماعة الحوثي على الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن أنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تلعب بورقة الحوثيين أكثر بكثير مما تلعب بها إيران في الوقت الراهل نعم إذن بالعودة إليك أستاذ نبيل يعني الحوثي طلب فتح مطار صنعاء لأكثر من جهة وميناء الحديدة أيضا دون تأخير للسفون يعني دون قيد أو شرط طلبة بدفع رواتب لكافة من ينتسبون له عسكريا هناك من يرى بأن هذه شروط تعجيزية يراد بها الهروب من اتفاق السلام بالتأكيد أنا أتفقي معك آسيا بنسبة مئة بالمئة هي شروط تعجيزية هي محاولة للابتزاز هي أيضا مناورة ويعني ربما أنا أختلف مع ضيفك فيما تحدثني لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحل الأزمة اليمنية لحلتهم أعتقد أنه ليست الأمور هذا تسطيح للأمور هي في جزء لديها نفوذ لا شك الولايات المتحدة لكن لا ننسى أنه آسيا أدارت أنه واشنطن أو الإدارة الأمريكية الحالية أدارت ظهرة لقضايا الشرق الأوسط سحبت صواريخ باتوريوت باكثري من المنطقة قللت من وجودها العسكري أيضا في المنطقة انسحبت من أفغانستان انسحبت بشكل كبير من العراق وبالتالي هي تريد أن تتفرغ لروسيا والآن لفصين وما يجري في العالم خاصة الأزمة الأوكرانية وبالتالي يعني الإيرانيين سيطروا على العراق صحيح بضوء أخضر أمريكي لكن في نهاية المطاف هناك أزمات متفجرة في المنطقة ولا يعني هذا دخول الولايات المتحدة الأمريكية بتفاصيل هذه الجزئيات يعني أنا في هناك مقال هذا منشور في صحيفة وطني أمروز وهي صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني هذا هو المقال أسيا أرجو من الأخوة يعني إذا في ناس بتقن اللغة الفارسية أنا يدخل عليه يقولون أنه الآن إيران سوف تمنع ما يسمى بفكرة تجزئة اليمن وكأنها هي الوصية على الشعب اليمني وتتحدث بأريحية كاملة خاصة أنه عدد من المسؤولين الإيرانيين تحدثوا على أنه جميع الملفات مفتوحة للتفاوض مع الدول الغربي في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنهم علي النرجاني ومحمد باقر قلبا فرئيس مجلس الشورى الإيراني الحالي تحدث قبل ثلاث أشهر بشكل واضح وصريح على أنه نحن مستعدين للجلوس على الطاولة والبحث في كل ملفات بما فيه الملف السوري والملف اليمني وبالتالي هذا يعطينا صورة واضحة عن طبيعة التعنت الذي تريد الحركة الحوثية من خلاله أن تحقق أكبر قدر من المكاسب لكن بانتظار الضوء الأخضر من طهران للموافقة على تمديد الهدنة أو على غير تمديد الهدنة ناحية الثانية آسيا نلاحظ الآن التشابه في المصطلحات أو الاستلاحات التي يستخدموها سواء الجانب الإيراني أو الجانب الحوثي الجانب الإيراني يطالب المجتمع الدولي بضمانات للاتفاق النووي والذي يضمن للإيرانيين تحقيق أكبر قدر من المكاسب وعدم انسحاب الإدارة الأمريكية أو أي إدارة من أي اتفاق قد يتم إبرامو ونلاحظ الآن الحوثيين بدأوا يتحدثون عن الضمانات وما الذي يضمن تحقيقها على الرغم من أن الحوثيين حققوا كثير من الإنجازات أو حقيق كثير من المكاسب من خلال الهدنة أو الهدتين السابقتين من ضمن فتح مطار صنعاو وتحكمهم بالمسافرين بشكل كبير وبشكل واضح ثم بعد ذلك استغلالهم للمدخولات والرواتب الموظفين واليوم يطالبوا بغطاء رواتب لوزارتي الداخلية والدفاع وكأن الحكومة الشرعية أو الشرعية اليمنية يريدون من خلالها أن تدفع رواتب لعناصر الحركة الحوثية وحققوا كثير يعني الآن هناك قراءة تقارير دولية تتحدث عن المليارات التي جناتها الحركة الحوثية جراء ما يسمى بالهدف في تقديري أن الأمور تنتظر من جانب الحوثي هي وضوء أخضر من طهران المتغير الدولي أنا لا أن فيه آسيا هو حاضر وبقوة هناك تشابكات هناك مصالح أمريكية ومصالح بريطانية كثيرة لاستمرار حتى النزاع في اليمن على السلاح وعلى تشجيع أيضا دعيني أسمي الفوضى الخلاقة وسنزاف قدرات المنطقة خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وأشغالها عن التعاطي مع كثير من القضايا مضمن القضية الفلسطينية وقضايا الأزمات الإقليمية كالأزمة السورية وما يحدث في ليبيا وما يحدث في مناطق عديدة من العالم العربي خصوصا أن هناك أزمات متفجرة إذن برأيك دكتور عادل ما هو تفسيرك لنقول طمع الحوسي في استحقاقات جديدة رغم كل المزايا التي حظى بها في الهدن السابقة حتى أنه أسمها بتحسين مزايا الهدنة طالبة بمطالب بما معنى أنه يريد أن يحسن بها مزايا الهدنة الحوسي هو أداء في اليمن وبالتالي هو ينفذ مصالح هذه الدول وأنا أصر على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر من يحرك ملف الحرب في اليمن وليست إيران وللأسف الشديد رسمت لنا صور ذهنية مسبقة من خلال الإعلام بأن هناك صراع وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش هذا الصراع مع إيران ومع أدواتها في المنطقة لكن حينما نرى ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية واستفافها إلى جانب جماعة الحوثي عبر ثمان سنوات من الحرب وتحديدا في اتفاقية ستوك هولم حينما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بكل قواهما للدفاع عن الحوثي وعقد هذه الصفقة التي كانت في صالح الحوثي ومنعت الشرعية من التقدم نحو الحديدة التي كانت بسقوطها ستؤدي إلى سقوط ثلاث محافظات أخرى مقاورة وبالتالي ستتراجع جماعة الحوثي إلى صنعا وستصبح محصورة في هذه المنطقة تركت لها الفرصة أيضا في الذهاب لفتح معركة في مارب ولم تتقه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمنع الحوثي أو على أقل تقدير لرفع شعار الحق الإنساني في مارب كما رفعته في الحديدة أنا أعود إلى العام 2006 و2010 حينما عقد مؤتمر أصدقاء اليمن وقسمت ملفات اليمن العسكرية أعطيها لولايات المتحدة الأمريكية والسياسي لبريطانيا والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليقي وتحديدا السعودية هذه ثلاث الملفات تم التأكيد عليها في اجتماع أصدقاء اليمن أيضا في لندن في 2010 والتهديد الذي وقه مباشرة للحكومة اليمنية في 2010 هذه الملفات الثلاثة ما زالت قائمة حتى ومن هذا الحرب أعلنت من واشنطن والملف السياسي في يد بريطانيا هي التي تتحكم الآن بالملف السياسي اليمني بأروقة الأمم المتحدة والملف الاقتصادي بيد المملكة العربية السعودية إذن الحوثي حينما يرفع سقف اشتراطاته هي في الحقيقة مناورة أمريكية للضغط أكثر على دول الخليق نحن نرى اليوم الحوثي بعد ثمان سنوات يمتلك العديد من الأسلحة المتطورة والمتقدمة ويحشد أيضا كثير من القوات البشرية في الوقت ذاته كانت قوات الشرعية قد تم منع تسليحها وتم الضغط على المملكة العربية السعودية بأن تحاصر تسليح الجيش الوطني إضافة إلى ما تقوم به السعودية والإمارات أيضا من عملية تفتيت وتفكيك وتفخيخ للجغرافية وعدم استقرار الشرعية إذن الذي يحرك ملف الحرب بدرجة أساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهناك تخادم لا شك بينهما وبين النظام الإيراني في إطار الصراع القاري حاليا على منطقة الشرق الأوسط نعم إذن اسمحاني ضيفي العزيزين أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الأجعر عضو الوفد الحكومي التفاوضي من تعز مساء الخير أستاذ علي مساء نوار أهلا بك أستاذ علي هل تعتقد أن الحسين يحاولون نيل مكاسب جديدة فعلا أم أنهم يضعون هذه الشروط التعجيزية للمناورة كما قلت ذلك مساء الخير أولا حقيقة أنا أشعر بأن الحاوتيين يمارسوا هذا السلوك الاتجازي لمزيد من تحقيق مكاسب هم يروا أنها كما يقولوا قد آنى أوانها من أجل التفاوض لكننا حتى ليس أكثر من مناورات من أجل كما قلنا تحقيق مكاسب في بعض الشراطات التي كما يقول تاين في التحقيقات نعم إذن يعني الحوثي يضع اشتراطاته ولكن الحكومة يعني توافق على تمديد الهدنة حتى وإن لم يطبق شروطها الهدنة السابقة طبعا لم يطبق شروطها الحوثي كيف تقارن بين الموقفين أنا كل حال بشكل صريح وحقيقي أنا أود أو أتمنى أن لا تعملوا مقارنة بين عصابة وشرعية وكما سلطة شرعية المجلس الرئاسي والسلطة الشرعية هي مسؤولة عن كل أبناء اليمام من صالح حتى المهرة وعليها بالفعل أن تحقن الدماء بقدر ما تستطيع لكن الطرف الآخر أو الحوثيين إذا رأينا الإصابة ليس لها هم غير كيف تحقق مكاسب لذاتها وليس للشعب يعني يعني ما رأينا هذه الفئة في بعض المحافظات إلا ومارسة أبشع المؤسسلوكيات يعني أنتشر الجوع أنتشر المرض أنتشر الجاهل أنتشر صفات قد كنا تجاوزنا بصابة الهدنة سبحانه وتعالى في سبتمبر يعني اليوم أتمنى كما قلت أيضا أن لا يكون هناك مقارنة من الطرفين لأننا كما قلنا هناك حكومة مسؤولة عن أنها بالفعل يجب أن توفر لهذا الشعب الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبين صعبة لا تفكر إلا في ذاتها ولا تفكر إلا كما يقول المزيد من النهب للموارد وثروات الشعب بكل السوء إذن اسمح لي فقط أستاذ علي أن أقرأ لك ولسادة المشاهدين الذين لم يطلعوا جزء من بيان ميليشي الحوتي وصدر لهم في الأول من أكتوبر بما يخص الهدنة طبعا يقولون بأنهم لم يطالبوا بأي مطالب خاصة واستحقاقات خارج الحقوق المكفولة المواطن ولكن دعني أركز لك حول جزئية تعني بفتح الطرق في تعز قال فيما يتعلق فتح طرق تعز وغيرها من محافظات كما هو منصوص عليها شكلنا لجنة في الفترة الأولى لهدنة وكان الطرف الآخر رافضا لمناقشة فتح الطرقات وقدمنا ثلاثة مقترحات كمرحلة أولى هي طريقة الشريجة كريش الراهدة الزيلعي الطريقة الأخرى مفرق الزيلعي صرمين أبعر إلى صالة ومدينة تعز ثم طريق الستين الخمسين الدفاع الجوي لمدينة تعز وتم رفض هذه المقترحات من قبل الطرف الآخر وهو الطرف الشرعية كيف يمكن الرد على الحوثي في هذه النقاط أود أن أرد بشكل هادئ وصريح حقيقة هذه الطرق أولا لا تغني ولا تنقع طرق ترابية جدا طرق لا يمكن كما يقول حتى تخطب من الحصار نحن عندما ذهبنا إلى عمان نجل شوار طرحنا بإمثال بأن تعود كل الطرقات التي كانت كما يقول واصلة من وإلى مدينة تعز في 2014 على فتحها على أكبر النبيل سعر هذه كما قلنا استقاقة إنسانية وليس لها أي علاقة في قضية الحرب والحصار لكن الطرف الآخر غايته كما يقول تركيع الناس يتصور أنه ممكن من خلال مزيد من الحصار أن يجعل كما يقول استيئة شعبي في داخل المدينة ليكون ضد الشرعية مستحيل الشعب وعي طريعا كما يقول وعاء دورة منهضة هذه الطائعة هذه الفئة التي لا تفكر إلا في ذاتها ومن هنا عندما بدأ النقاش وفي أخير قدم صديق المضعوث مقترح ثالث على أن تكون هناك خط رئيسي سما اللي هو الحاوبان السفتي للمدينة وبعض الخطوط المنزي عصيفرة خط السكين عصيفرة وبعض الخطة الفرعية الطرف الآخر لا يريد خدمة المواطنين ولا يريد خدمة المواطنين غاية الأساسية هي تركيع المواطنين في داخل المدينة هذا كما يقول هم حقيقي يحمل من الحق على الشعب هذا أينما كان كما يقول أخذ حقيقة لا تصدر أن تقول أنه يمكن أن يكون حاكم في يوم ما أو سلطة حاكمة ومن هذا المطبع كما قلتني كستاذة نحن اليوم نحمل المسؤولية الكاملة مكتب المظلوث والعالم والتحالف يعني يكون بالسأل هذا الحق يجب أن يعود إلى أوروستو الطبيعي ويجب أن يرفع الحصارة وتستعيد كل الطرق فعاليتها بين أطراف المدينة أو بين الندينة وأطرافها وريافة أيضا نعم إذن كيف تقيم موقف المبعوث الأمم من تجاه تعنط الحوثي مؤسسد جدا من المنظورة الأمم نحن نتبقى نحنوية على أن يذهب إلى صنعة من أجل التوجيء على ما كانت تفقنا عليه في داخل في أردن المؤسس أنه كما كانت تقضل أربعة أيام من تقضر لقاء ولم يحقق أي نجاح ثم عاد مقترح جديد يتبنى مقترحا للطرف الآخر وإلى الأساس حقيقة على كل وسيط أن يكون عنده حزم وعزم من أجل يحول ما يتفق عليه الطرفين إلى واكع عمل أما المجاهنة والكما يقول واسترضاء الطرف الآخر كأنه هو صاحب الحق الشرعي هذا بالفعل أبعث لأبعث دور المجروف وظهر لأنفاوضات كأنها فقط لا غير إضاءة الوقت نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الأجعار عضو الوفد الحكومي التفاوضي كنت معنا عبر الهاتف من تعز عود إليك دكتور نبيل دكتور نبيل كيف يخرج الحوثي للناس بهذه أستقاوة بهذا البيان وهو مليء بالأكاذيب التي خبرها الناس على أرض الواقع ويقول بأنه لا يريد إلا مصالح الناس يعني آسيا دائما الحوثي زي زي القيادة أو النظام الإيراني بيحاول كسب التعاطف الشعبي هم الشعب اليمني يترك تماما كذب الحركة الحوثية وكذب الحوثيين يعني الآن الهدنة حققت الشيء الكثير بالنسبة لها الشعب اليمني تم إدخال أول شيء المساعدات قل عدد الضحايا الأمر الثاني في صار هناك خطوط جوية مباشرة ورحلات عبر صنعاء وكثير من المكتسبات الأخرى خصوصا فيما يتعلق بتراجع المعارك وأيضا حدة القسم في واقع الأمر هو الحوثي يستند في محاولة يعني نفس استراتيجية للجانب الإيراني بالجأة إلى ما يسمى بسياسة كسب الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب عبر محاولة ابتزاز الخصم لإجباره لتقديم التنازلات ويقول لك أنا مش في حاجة لي من أمري وموازات ذلك بلجأ إلى سياسة حفة الهاوية لأنه هي زي النظام الإيراني سياسة حفة الهاوية ومحاولة تحريش ودفع وكلاءها وأذرحها ومخالب الموجودين عبر الحريق الإخليمي لخلط الأوراق ومحاولة استهداف أمن الدول وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الأساس الحوثي نفط الشي يلجأ إلى سياسة حفة الهاوية أما بتوافقه على مطالبي أو أما أنه الآن شركات النفط والغاز اللي موجودة في المملكة العربية السعودية واللي موجودة في الإمارات عليها أن تغادر خلال 48 ساعة لأننا سوف نقوم بقسف هاتين الدولتين وبالتالي هذه هي سياسة سياسة إيرانية في واقع الأمر لكن بنهاية المطاف أنا بأعتقد أنه يعني أتفق مع جزء من ما تحدث عنه الضيف قبل قليل هل البلايات المتحدة الأمريكية عازمة فعليا على حل المشكلة اليمنية أنا بأقول لك لا وحتى الآن لاحظوا الآن المظاهرات والاحتجاجات اللي بسجري في طهران والشعب الإيراني وسقوط أكثر من 250 قتيل واعتقال الآلاف وبوجود أكثر من 155 بؤرة ساخنة في عموم الأراضي الإيرانية وبتطلع لك وزارة الخارجية الأمريكية وبتقول لك أنه إحنا فيه هناك صفقة لتبادل الأسرة أو المحتجزين أو المعتقلين مع الجانب الإيراني وبدنا نعطيهم سبع مليارات دولار في الوقت اللي بيعاني وبصيح فيه الشعب الإيراني ليه لنهار بتطلع لك القياد الأمريكي وتريد أن تنقذ النظام الإيراني ليش؟ لأنه في نهاية المطاف بدنا نتفق آسيا على شيء أنه فيه هناك دور وظيفي لإيران يخدم دوليات المتحدة الأمريكية يخدم إسرائيل يخدم الدول الكبرى أو الدول لها خلفيات استعمارية عن طريق ما يسمى بأدوات للفوضى غير الخلاقة في المنطقة وفي مقدمتها إيران لأن قد يشوف في آسيا قد يشستنزف قدرات العالم العربي من خلال الترويج للخطر الإيراني الذي دخل في كل الأزمات الإقليمية هل كان لإيران أن تدخل العراق لو لأنه كان هناك ضوء أخضر أمريكي بقول لك لا مستحيل تدخل هل كان لها أن تدخل في سوريا لو لا ضوء أخضر أمريكي طبعا مستحيل هل كان لها أن تدخل باليمن لو لا هناك ضوء أخضر أمريكي طبعا هناك ضوء أخضر أمريكي بهذا الإتجاه حتى الإيرانيين الان بيهددوا بنقطة خطيرة جدا هم الآن بتحدثوا عن إعادة بعث داعش في العراق حتى التيار الصدري وتيار حركة تشرين اللي طالب بي خروج إيران وهاجم إيران وموازات ذلك هو الآن مقالات إيرانية خلال الأسبوعين الماضيات بتحدثوا عن وجود داعش والقاعدة في اليمن وبالذات في جنوب اليمن وهذه الرسالة مهمة إلى دول التحالف وإلى الشعب اليمني والشعب اليمني أولا والتحالف ثانيا ودول المنطقة ثالثا بأنه الآن إيران مستعدة لتوظيف كل الأوراق بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب لأنه في نهاية المطاف هي نسجت علاقات آسيا مع داعش ومع القاعدة وكان تمثل ممرات وملاذات آمنة لهذه التنظيمات الإرهابية وأرسالهم إلى العراق وإلى سوريا ولغيرها من الدول الآن نفس الفيلم قاعد بتكرر الآن أنا أفترض أنه هناك توافق ما بين إيران والحركة الحوثية على إعطاء دعيني أسمي هامش لداعش والقاعدة حتى تعود إلى اليمن وبقوة وبالتالي أنا أعتقد أنه الحركة الحوثية سوف تستثمر في سياسة حافة الهاوية عن طريق توجيه رسال وربما تحرم نعم هل ستضغط باتجاه تحقيق هذه المطالب لأنها في نهاية الأمر لن تخسر شيئا كجماعة ستعاود الهجوم على الإمارات أو السعودية من سيتضرر من هذه الميزات البسيطة التي أعطيت لها في الهدن السابقة هم اليمنيون بالتأكيد الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر الحركة الحوثية هي فرقة كوماندز إيرانية كبسة زر بتشتغل وبالتالي هي ليس لديها ما تخسر بقول لهم إيران اطلقوا صواريخ على المملكة العربية السعودية خصوصا أنه آسيا بدأ نربطها بنتغير مهم جدا أنه في خمس جولات لمفاوضات ما بين الرياض وما بين طهران عقدت في بغداد برحاية الحكومة العراقية وانتقلوا من المسار الأمني الاستخباري إلى المسار السياسي ولم ينجح لغاية الآن في إعادة السفير السعودي إلى إيران وبالتالي الإيرانين إلى طهران وبالتالي هم بحاولوا أن يضغطوا بهذا الانتجاه أيضا على الطرف السعودي عبر توظيف الحركة الحوثية عندهم سياسة النفس الطويل لحركة الحوثية خصوصا إذا لم يكن هناك ضوء أخضر من جانب إيران بإبرام أو التواصل إلى هدنة جديدة وبموازات ذلك هم مستعدين إلى ما يسمى بسياسة انتحارية عبر محاولة تنسيل الأزمات إلى الغارج سواء النظام نعم أعود إليك دكتور عادل في ظل سياسة النفس الطويل التي يعيش بها الحوثي وأيضا السياسة الانتحارية كما تفضل الدكتور نبيل العتوم بوصفها هل ستستجيب الحكومة الشرعية والتحالف وكذلك المجتمع الدولي لهذه الاشتراطات كما استجابت من قبل كنا نقول بأن لا يمكن أن تقبل الشرعية بإصدار جوازات صنعاء ومع ذلك تم القبول بها هناك ضغوط دولية على الشرعية عبر المراحل السابقة وحتى يومنا هذا نحن سمعنا تصريح لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بأن الشرعية تتعرض لضغوط شديدة من قبل المجتمع الدولي بالقبول بالهدنة والقبول أيضا ببعض الشروط المهينة للشرعية ولمجلس القيادة واضح جدا بأن الحوثي لا يتقدم بهذه الاشتراطات إلا بضوء أخضر من المجتمع الدولي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي من مصلحتها في الوقت الراهن أن يكون التهديد على دول الخليق وتحديدا المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وإنعدام أو توقف الطاقة الروسية المتمثلة بالغاز والمتمثلة كذلك بالفترول والبديل سيكون من منطقة الخليق ومن اليمن تحديدا وقد رأينا كيف سارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الاستحواذ على منشأة بلحاف وكذلك التحرك في اتقاه حقول النفط الموجودة في حضرموت والموجودة في شبوة كل ما يطرح الحوثي قد تم القبول به مسبقا وكانت الهدنة افترضا تقدد بعد أن وافقت الشرعية بضغوط من قبل المجتمع الدولي وضغوط أيضا من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بفتح مطار صنعاء ورحلات متعددة ومختلفة وكذلك تسليم المرتبات وتسليم المرتبات هنا ليس فقط وفق كشوفة 2014 كما هو مطروح وإنما تسلم للحوثي الذي سيقوم بعملية استبدال لكثير من الموظفين المستحقين لهذه المرتبات تحت حقق وهي إما أنهم متغيبين عن العمل أو أنهم من صف المرتزقة وبالتالي أيضا يسمح له بأن يصرف هذه المرتبات لأتباعه وهذه هي الكارثة الكبرى لم يضغط المجتمع الدولي في اتقاه أيضا رفع الحصار عن تعز وعن فتح الطرقات الموجودة في تعز ما هي أوراق الضغط التي بيد المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي لا يوجد أي ضغط على الحوثي مطلقا على هذه الميليشيا نحن نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لأن تحرك طيران لا أنا لا أعني الوضع الحالي ولكن أنت قلت بأن لو أرادت الولايات المتحدة انهاء الحرب لا استطاعت بأي شكل يعني مثلا لنقول ما هي أو ما الطرق التي لديها لجعل الحوثي على الأقل يوافق على الهدنة بشكلها السابق فقط يسمح للجلس الوطني أن يقوم بدوره وأن يسمح لبنجلس القيادة الرئاسي أن يتوحد وفق اتفاق الرياض نحن أماما اتفاقات متعددة للأسف الشديد ولكن صنعت ميليشيات جديدة عملت على انقلابات جديدة ومصادرة العاصمة المؤقتة حتى هذه اللحظة لا تجد الشرعية هل هذا دور المجتمع الدولي أليس من المفترض أن يكون الشرعية بالدرجة الأولى المجلس الرئاسي بالدرجة الأولى ثم التحالف المشرف على الاتفاقات الجديدة وعلى إنشاء المجلس الرئاسي علينا أن نعلم بأن قيادة الشرعية هي قيادة تم صناعتها واختيارها بما يتوافق أولا مع أهداف المملكة العربية السعودية والإمارات ومن ورائهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية القرار اليمني الأسف الشديد أصبح بيد الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا السعودية والإمارات لم يعد لليمنيين أي قرار في هذا الإطار ودائما ما تلتقي هذه الدول الأربع وهي التي تقرر نيابة عن اليمنين نحن نقول مثل هذا القول إذا كانت القيادة الشرعية ما زالت قيادة وطنية هي تمتلك قرارها وهي القادرة على المناورة والقادرة أيضا على تحقيق مصالح مشتركة لكن اليوم القرار بيد المملكة العربية السعودية والإمارات ومن ورائهما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفي مصالحهما في اليمن وفي المنطقة وبالتالي هما من يمنعان أن تتحرك أولا القوات المسلحة والمقاومة الشعبية باتجاه مواجهة حقيقية مع ميليشيات الحوثي التي بالتأكد لن تستطيع أن تصمد أمام أي مواجهة عسكرية حقيقية نعم إذن دكتور نبيل هل القرار فعلا ما زال بيد السعودية والإمارات يعني ألم تتحول إلى الدور الأضعف في مثل هذه الهدنة تستجدي ميليشيات الحوثي بالقبول بالهدنة هناك مفاوضات بينها وبين إيران نحن نفرق ما بين شركاء في اتخاذ القرار أو من يحتكر القرار لا شك أن هناك أطراق فاعلة هي شريكة في اتخاذ القرار سواء المملكة العربية السعودية الإمارات قوى دولية سواء أمريكا بريطانيا أو غيرها من الدول خصوصا أن ما يجري في اليمن هي أزمة دعيني أسميه ليست أزمة إقليمية هي أزمة دولية متعلقة بوجود جيوش موازية نجحت إيران بإنشاءها عبر العريق الأقيمي سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في غيرها أو في لبنان أو غيرها من مناطق التوتر في العالم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه الآن قضية مش فقط قضية الشعب اليمني لوحده لأنه هناك في تهديد لمصادر الطاقة وخصوصا الآن في هذا التوقيت بالذات في ظل انفجار الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية وغير ذلك وتدعيات ذلك على الأمن الدولي برمته وبالتالي من الطبيعي أن تدخل هذه الدول على خط الأزمة اليمنية في محاولة واضحة دعيني أسميه يعني بدنا نفرق شغل أن هذه السياسات هذه الدول نحن لما نقول عن السعودية أو الإماراتية بتشتغل صالح الشعب اليمني في نهاية المطاف وتشتغل ضد الحركة الحوثية هل تامل السعودية لصالح الشعب اليمني؟ بكل ما حدث ترافي صالح الشعب اليمني؟ يعني صراحة أنا أبدأ أكون معك صريحة والله يلولى السعودية والإمارات غير إيران غير تجغم خلينا نستخدم لك المصطلح الأردني غير تجغم نصف الدول العربية لأن هناك سياسات جزء منها معلن وجزء غير معلن خصوصا فيما يتعلق بالوقوف ضد النفوذ الإيراني وضد ميليشيات إيران وأذرح الموجودين في المنطقة وانت بتشوفي هذا التغلق للإيراني أنا أتفق أنه مع الضيف مرة أخرى بأنه كان هناك قوة دولية وراء ما يسمى بمحاولة ادخال الفوضى إلى دول المنطقة وتوظيف إيران كدور وظيفي في هذا الموضوع بالإضافة إلى إسرائيل وغيرها من الاستراتيجيات أو السياسات اللي دخلت الآن أنت الآن بتستطيعش تفرقي تشوفي الآن بتعطيكي مثال أذرع التلفزيون بتشوفي دبابي نازل الميدان سابقا زمان قبل 20 أو 25 سنة كنا نقول هذا في فلسطين الآن بتشوفي صور دبابات وصور ناس بالظاهر بتعرفيه شوين هل هو في اليمن ولا هو في العراق ولا هو في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا غيرها في الدول وبالتالي هم نجحوا في نقل الفوضى إلى المنطقة وإغراقها بما يسمى بالفقر والظروف الاجتماعية القاسية وإلى آخرين وهذا هو مخطط دولي الآن نكون سابقا معك دكتور نبيل يعني في مسألة أن السعودية تحارب لأجل الشعب اليمني ما رأيك دكتور عدل هل يشعر اليمنيون بأن السعودية فعلا وقفت إلى جانبهم في هذه الحرب؟ وتدخل السعودية في الحرب هو كان بإضعاف المواجهات الحوثيين وأعطى فرصة للحوثيين لأن يجيشوا ويحركوا مشاعر الشعب وراءهم في عدائهم للمملكة العربية السعودية أو ما يسمى بالعدوان على اليمن في اعتقادي بل وهذه الحقيقة إن دخول المملكة العربية السعودية والإمارات على خط الحرب في اليمن عزز من قوة الحوثي وأضعف طرف الشرعية بل أن السعودية عملت على تقليم أظافر الجيش الوطني وأنشأت مع الإمارات ميليشيات متعددة هذه الميليشيات اليوم لا تأتمر بأمر الشرعية بالرغم أن قادة هذه الميليشيات أصبحوا جزء من المجلس القيادة الرئاسي أحد نواب المجلس يمارس دوره كنائب في الصباح وفي المساء كرئيس لميليشية وهذه إشكالية كبيرة جدا تتحملها المملكة العربية السعودية والإمارات أعود للمظاهرات التي تقري اليوم في إيران لم نجد الولايات المتحدة الأمريكية تخف إلى جانب المتظاهرين على العكس من ذلك هناك تعزيز لدور النظام الإيراني وتقويته في مواقع هذه المظاهرات ولو أن هناك عذا حقيقي أنا أعود وأكرر وأقول أنه صنعت لنا صور ذهنية بأن هناك صراع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصنع مشروع الشرق الأوسط القديد والذي يروق وروق للهلال الشيعي ليست إيران وإنما هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي إيران هي أداء من أدوات المشروع الشرق الأوسط القديد ومشروع الهلال الشيعي والمستهدف به بدرجة أساسية هو النظام العربي اليوم اليمن تخرج من الدائرة العربية والعالم العربي والقامعة العربية تتفرق على ذلك بل أن السعودية للأسف الشديد تمارس هذا الدور وتعمل على إعاقة مواجهة الحوثي الحوثي نحن كيمنيين نعلم علم اليقين بأنه لا يمتلك تلك القوى التي تساعده على البقاء لأنه لا يوجد لدي حاضنة شعبية ما يبقى عليه هذه النقطة نعم اسمح لي بنقلها لدكتور نبيل دكتور نبيل تضل تضل دكتور عبد الشرعية للأسف الشديد تم تفخيخ الجغرافية من تحت قدامها لا يوجد مكان حتى هذه اللحظة للشرعية ولا للمقاومة التي تنطلق منها في مواجهة عصابة الحوثي للرهابية الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تحرك طيرانها المسير لقتل فرد كإرهابي ولكنها لا تتحرك لمواجهة جماعة وعصابة إرهابية تمتلك كل هذه القوى وتهدد بضرب المنطقة جميعها ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتفرق على هذا وتسمع بل وتزكي ما يقال نعم إذا دكتور نبيل مسألة أن السعودية تحارب لأجل اليمنين يعني بعض أو كثير من اليمنين يقولون بأن لو كانت السعودية تركتنا نواجه الحوثي لما وصل الأمر إلى هذه المرحلة من السوء يعني حين قررت السعودية والإمارات مواجهة الحوثي في شهرين أخرجوه من عدن وحين انسحبت من المواجهة الحقيقية والفعالية امتدت الحرب إلى ثمان سنوات بوجود أشكال مختلفة من الجوش المسلحة خارج إطار الدولة يعني آسيا أنا كنت بتمنى أن نكون مع نظيف سعودي حتى ينقل وجهة النظر السعودية في هذا الأمر أو في هذا الموضوع على وجه التحديد احنا نتحدث عن افتراضات يعني ماذا لو لم تتدخل لا السعودي ولا الإمارات هل كانت شعب اليمني سيستطيع بمفرد الوقوف ضد الحركة الحوثية خصوصا في ظل دعم إيراني غير مسبوق وربما دولي أنا ما بستغرب هذا الأمر وما بستغرب هذه الفرضية خصوصا أني أنا يعني أنا باتفق مع الضيف الضيف بتحدث أنا وياه في نفس المسار أن الإيرانيين هم عبارة عن أحد أدوات الفوضى غير الخلاق الموجودة في المنطقة بساعدهم الأمريكيين بساعدهم الدول الغربي ولو أرادت الدول الغربية أن تسقط نظام الحكم في إيران والله ما بقعد أسبوعين أو ثلاثة بسقطوه بسهولة جدا أن هذه التظاهرات وفروا دعم إلكتروني بسيط لبعض المناطق في إيران وبحجبوا عنهم لازالوا إلكترونيا حتى أصبحت هذه المنظاهرات عبارة عن جزر معزولة في هذه البؤر الساخنة وبما زال ذلك الأمريكان زي ما حكيت في بداية الحلقة بقدموا سبع مليارات أو برفعوا الحذر عن سبع مليارات دولار للحركة الحوثية وبقولوا لكوريا الجنوبية عليكم أن ترفعوا ما يسمى بالفلوس الموجودة في بنوك ويكون لقاء صفقات النفط ما بين إيران وكوريا الجنوبية بالتالي الأمريكيين يعرفوا كيف يشتغلوا يشتغلوا في المنطقة نسغول يعني في آسيا باختزار أدخلونا في متاهات وكنت بحكي لك قبل ما تنتقلي إلى الضيف كنا سابقا متحدث عن القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الرئيسية في الشرق الأوسط الآن أصبحت هي في ذيل القائمة في ذيل القائمة فعلا هي في ذيل القائمة طيب هل ستستطيع هذه المظاهرات هل ستستطيع هذه المظاهرات في الداخل الإيراني أن تؤثر على أذرع إيران في الخارج منها حركة ميليشيا الحوتي سؤال مهم الآن إذا كان اجدادة وترت هذه التظاهرات أو الاحتجاجات وحدث هناك شيء دعيني أسميه شبه معجزة في ربما بأثر على النظام الإيراني بشكل كبير جدا لأنه اليوم كان هناك مقالات في جريدة إيران بالذات تتحدث على أنه إذا استمرت هذه الظاهرات بهذه الدواتيرة خصوصا مع وجود ناس مسلحين بطلق النار على قوات الأمن وقوات المخابرات خصوصا في مناطق بلوشستان وكردستان ومناطق حدودية هناك سيناريو لسوريا جديدة بأن تصبح إيران عبارة عن سوريا جديدة وربما هذا الأجهزة الأمنية الإيرانية والحرس الثوري البازران بيحاولوا أنه خوفوا الشعب الإيراني في حال استمرار مثل هكذا التظاهرات سوف يكون مصير قوي زي مصير ما يحدث في سوريا في واقع الأمر إذا كان هناك إيرادة دولية وبحط تحتها ثلاثة خطوط آسيا لأتدخل لدعم المحتجين في إيران ودعم هذه التظاهرات لن يبقى هناك نظام حكم في إيران وسوف ينهر هذا النظام هذا في حال وجود رغبة دولية لأن إيران سهل هي عبارة عن نمر من ورق خصوصا على الصعيد الداخلي وقوتها ليس كما يحاول الإعلام أن يحاول أن يصور إيران قوتها من خلال أذرحها وكلاءها ومخالبها الموجودين عبر الحريق الإقليمي عبر 65 ميليشيا في العراق عبر 34 ميليشيا موجودة في سوريا عبر حزب الله وتفريعاته حركة الحوثية عصابة الحوثي وغيرها من هذه التنظيمات هذا هو قوة إيران عبر ما يسمى بفكرة الجيوش الموازية اللي بسعو إيران من خلالها إلى ما يسمى بحروب الوكالة إذا كان هناك إيرادة دولية سوف يسقط نظام الحكم في إيران 3667 كيلومتر ومساحة إيران 1.648.195 كيلومتر وبتشكل 1.6 ستة بالعشر من مساحة الدول العربية وعد 3 بالعشرة من مساحة العالم وبالتالي لا يمكن للجيش الإيراني ولا لحرس الثورة أن يحمي مثل هكذا حدود وبالتالي من السهولة اختراق الحدود الإيراني ومن السهولة إدخال الجماعة مسلحة بتدخل بالأربي جيو بتدخل بمضادات الدروع وبتدخل بالصواريخ على الكتف المضادة للطائرات ويسقطوا نظام الحكم في إيران لو أرادوا هذا في حال افتراض أن هناك إيرادة دولية وأنا أستبعد ذلك نظرا لأن هناك دور وظيفي لإيران لتفتيت المنطقة وتخريبها نعم شكرا لكم ضيفي العزيزين دكتور نبيل عطوم الباحث في شأن الإيراني والخليجي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية أشكلك أيضا دكتور عادل الشجاع المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب وهو كذلك لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم شكرا لكم